استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي وزير الخارجي الفرنسي استفان سجوني لبحث العلاقات السنائية بين البلدين بالإضافة لآخر تطورات الأوضاع في قطع غزة كما استقبل الرئيس السيسي وزير العدل حيث اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي وزير الخارجيات الفرنسي ستيفاني سجوني بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات السنائية بين البلدين حيث نقل الوزير الفرنسي تحية الرئيس إمانويل ماكرون إلى السيد الرئيس وتم تأكيد أهمية استمرار التنصيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليا في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة إلى جانب التجديد على ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة من جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف البستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقد تم في هذا الصدد التجديد على رفض البلدين المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما تم تأكيد الدور المحوري الذي لا بديل عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطع غزة لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها والتي تتطلب دعم كافة الأليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات السياسية ذات الأولوية وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص وقد وجه السيد الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستعاب مختلف الشواغل والأراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تبع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية تمهيدا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف فالمركبات المتروكة والمهملة وإنشاء مراكز إيواء ذات أليات حديثة تقوم على الرقمنا بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية ترجمة نانسي قنقر